السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلاب وطالبات الصف الاول الاعدادية 25 ترما اول رجعت لكم بفيديو جديد معاكم مسأس ما ياسر النهاردة هكمل معاكم الاسبوع السابع اللي نازل على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ادارة تنمية اللغة الانجليزية هنحل مع بعض الاداقات الصفية هنحل الجزء الخاص بالاداقات المنزلية وكمان هنحل الجزء الخاص بالاختبار الاسبوعي عندي هنحلهم مع بعض في الفيديو ده ان شاء الله سانا اولا لو انت اول مرة تابعنا ياريت تشترك في القناة واتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد شارك الفيديو ده معا اصدقائك عشان يوصل لك اكبر قدر ممكن من الطلاب ودعمنا بلايك لو الفيديو عجبك اكسب لك تحت في الوصف قائمة تشغيل الصف الاول الاعدادي عشرين خمسة وعشرين ترمى اول فيها جميع الفيديوهات الوحدات السابقة مشروحة من كتاب الجيم ومحلولة وفيها التقيمات الاسبوعية الخاصة بموقع الوزارة تعالوا نبدأ على طول بالاداديات الصفية جايلي اسئلة عبارة عن ايه جايلي في يون الثريق الوحدة التالتة اول حاجة بديق لي جيوكاشنج دي اولاد خدناها زي ما انتم عارفين هي نظام كده لعبة بتبدأ تبحث عن حاجة مخفية او كنز مخفي وده عن طريق احداثيات او ادلة بتكون موجودة عالجي بي اس او على موقع ابي يعني تطبيق عالتليفون بتاعك ودي لعبة مشهورة جيوكاشنج is my favorite subject مادة مفضلة هابي هواية دروينج رسم صونج اغنية طبعا هي يولد ايه هابي هي هويتي المفضلة تاني جملة معانا زي ما انت شايف النقط is a hidden box هو صندوق مخفي with small interesting things فيه اشياء شيقة in for people to find عشان تجده الناس هنقول photograph ولا location موقع ولا geocache ولا الهوبي طبعا بيبقى geocache بيشرح لك المعنى بتاعه النقط is a written record of events ها ده حاجات كده مكتوبة فيه او تسجيلات متسجلة فيه الاحداث هل clue اللي هو الاحداث او الدلة دليل يعني geocache ولا logbook ولا test طبعا وده اللي بنسجل فيه الاحداث they are studying نقط in math lessons هم درسوا ايه في الدرس الخاص بالماث اللي هو الرياضيات احنا عايزين نقول ان هم درس history تاريخ colors الوان ولا coordinates احداثيات ولا chemicals اللي هي كيميا يعني ها هم درسوا طبعا احداثيات هنقول لك she wants هي تريد to meet other people لان هي تقابل ناس اخرى who not her hobby هنقول ان هم ايه ولا study يدرس ولا take طبعا هي عايزة تقابل ناس اخرى share بتشارك معاهم هويتها طيب how did you caching help Nermeen to not friends ها كيف is you caching ساعد Nermeen ان هي عايزين نقول كونت اصدقاء make friends ده مصطلح على بعض ويكون اصدقاء we are helping not with his homework tonight ها we are helping ايه هنقول بولك with his homework يبقى هنا عندي ايه يا ولاد هنقول طبعا طلوع عندي هنا هتبقى him ان انا عندي has هاز هاز يبقى بنتكلم عن حد ايه حد مذكر نقط likes walking in اه طبعا ايه ايه يا ولاد in nature هنقول هنا she ولا hair ولا they ولا you طبعا عندي likes الفعال مضاف له اس فكده عايز مفرد مش جمع يبقى احنا معماضين هنخضر ايه هنختار she مش هينفع her ومش هينفع they ومش هينفع you who are not cupcakes as school bazar هنقول هنا جملة مضارع مستمر فطالما عندي مضارع are بعدها الفعال مضاف له a ceiling من اللي بيبيع cupcakes في البزار بتاع المدرسة what not you doing now برضو بتدل ان دي جملة مضارع مستمر فهنا عندي you يبقى انا محتاج حاجة جمعة طالما الفعال جمع يبقى الوحيد اللي جمع هنا are what are you doing now ندخل بعد كده هي سنة اولى للأداءات المنزلية لسا نكملين في الاسبوع السابع للصف الاول الاعدالي برضو عندي عبارة عن اسئلة choose اختياري a not is a special sort هو نوع مميز of outdoor treasure hunt من اصطياد الكنوز بالخارج هيبقى ايه يا ولاد geocaching ولا clue دليل ولا log book لو كتاب التسجيل ولا treasure kins طبعا تبقى geocaching ودي لعبة زي ما احنا قلنا اا 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 وشرحناها I like coloring and painting بحب التلوين and painting in the not club اكيد في نادي ايه نادي art رياضي اكيد مش math رياضيات ولا sports اا طبعا اللي هي الرضاء الرياضات ولا cinema we could not ideas with each other to improve our work احنا مفوض نعمل ايه بقى فكارنا مع بعض عشان نحسن شغلنا practice نمارسها study وذاكر ها او يدرس do ولا share نتشاركها طبعا نشاركها مع بعض عشان نحسنها بعد كده when we disagree with someone لما انت بترفض شخص it's impossible to be مفروض تكون ايه حتى لو انت رافض هتكون polite محترم worried طبعا اقالك root كبيح او واقح nervous عصبي انجيو كاشين ايه اللي بتيجي في التطبيق on your phone على التليفون بتاعك طبعا يا ولاد اللوك بوكس اللي هي التسجيلات ولا اللي جيو كاشين ولا اللي هي الاحداسيات الادلة زي نوعة زي هنا يا ولاد وعندي الفعل مضاف لو اي نجيب اجملة مضارع اا زي ما احنا قلنا اا مضارع اا مستمر يبقى هنا هناخد اا اا عشان انا عندي ايه يا ولاد عندي زي وزي ده اا فاعل جمع المدرس عطاني بعض الايه عشان اكون كويس كيكس كيكا ماني فلوس فوتو الصور ولا ادفايز نصيحة اعطاني طبعا نصيحة. ماي سيستر اختي لايكس تو هيلب ان كميناتو تحب تساعد في المجتمع. اي كان هيل نقط. انا هيني عند سيستر دي مؤنس. فبالتالي هاخد معاه هير ولا مي ولا هام ولا ذاهم هاخد طبعا المفعول هير. بنسمع يا ولاد كويس جدا ضمائل المفعول والفاعل منزلها لكم. هتزبط معكم اداني. اي ام نقط. يبقى بعدها الفعل هنا طبعا جملة مدارع مستمر وعندي ناو. يبقى عايزين فعل مضافة اي نجي بقى اي ام رايتنج جورنال ناو. هنقول ايه? يبقى عايز تجي تمشي معايا. بعد كده يا ولاد هندخل على الاختبار الاسبوع وزي ما قلنا عندنا ثري موديلز دلت نمازج وامكملين مع بعض في الاسبوع السابع للصف الاول الاعدادي. هنبدأ على طول بموديل ايه? النموذج الاول هنا. جايب لي كلمات جيم لعبة جيوكاش وهوبي هواية وفيفوريت مفضل واب تطبيق. جيوكاشنج is unusual هي بتكون unusual هوبي يعني هواية غير عادية نكتب هوبي هنا. it's a note which you play to find. بنقول انها it's a game هي لعبة طبعا بتلعب فيها عشان تجد something شيء that has been hidden بيكون مخفي. النموذج the clues come from and. بنبقى in a in geocaching. في لعبة geocaching بتلاقي الاذلة او الاحدثيات بنجيبها من ايه يا ولاد من اب يعني تطبيق on your phone على التليفون بتاعك. it's my not a hobby. هنقول it's my favorite هوبي هي هواية المفضلة. تعالى نكتب الكلمات دي. زي ما نشايفين الحل ظهر قدامنا. تعال ندخل على التقييمي اللي بعد كده على طول وهو موضل بي النموذج التاني برضو جايب لي كلمات ونختار منها explore فلور يكتشف او يستكشف. موفد يتحرك هواية هومتاون موطن وجيو كاشنج قلنا اللعبة. دارين نقط تو بارس. فهم اللي عايزين نقول ان دارين موفد انتقلت مع عائلتها فين آآ لباريس. شي مسز هي افتقدت هير نقط اسوان. افتقدت طبعا اللي هومتاون موطنها اسوان. شي لافز هي بتحب نقط مع اصدقائها. بتحب بتحب تلعبها مع اصدقائها. وقالك هي هوياتها المفضلة. نقط هي قررت تستخدم هواية دي. عشان تستكشف مدينة جديدة. تعالا نكتبهم. زي ما انتم شايفين الحل ظهر قدامنا باللون الاحمر واحنا حلينه اصلا تعال ندخل بعد كده على النموذج الاخير موضل سي. هنبقول لك بقى اريد اقرأ برضو واختار من الكلمات اللي قدامك. هي نوع مميز. طبعا الجيو كاشنج يا ولاد ودي اول حاجة معانا. هي نوع مميز من اللعب اللي بنرعبها في الخارج. هنا يا ولادها تبقي الاستياد. يعني. طبعا هو زي الكنز العادي. عشان تجد شيء بتحل يا ولاد. انا عندي اتنين طبعا هستخدمهم في الجملة بحل الادلة او الاحداثيات. عشان تجد يعني كنز ايه شيء. طبعا برضو هنا يعني عند اتنين كده واستخدمهم في الجملة الادلة او الاحداثيات بجيبها من على اب من على تطبيق على تليفونك. تعال نحلها. زي ما انتم شايفين الحل اللي ظهر قدامنا وكده خلصنا يا سنة اولى. التقييم الاسبوعي السابع. زي ما انتم شايفين كاملا. حلنا التقييمات الاسبوعية. كاما. ثلاث نمازج. وحلنا الادات الصفية والادات المنزلية. سانا اقول لو انت لسه ما شاركش في القناة وفعالت زر الجرس انزل اشترك حين وفعال زر الجرس عشي يوصل لك كل جديد. شارك الفيديو ده مع ازقاك عشان يوصل لأكبر قدر ممكن من الطلاب. ودعمنا بلايك لو الفيديو عايق سيب لك تحت في الوصف في قائمة تشغيل الصف الاول الاعدادي فيها جميع فيديوهات تقييمات الاسبوعية. وفيها كمان الوحدات مشروحة من كتاب الجيم. وهسيب لك كمان يا ولاد تحت ازاي تكتب باراجراف وازاي تكتب ايميل وصحة الفيسبوك لو محتاجة استفسار. بشكركم جميعا لمتابعتكم ليا ودعمكم الدائم. كانت معاكم مسأس ما ياسر. اشوفكم في فيديو جديد.